موسيقى يعني سبحان الله نظام ماهوش فاهم اللعبة أصلا ماهوش فاهم اللعبة أصلا هذه بالنسبة للجامعة العربية ما كان شيء اسمه الجمهورية صحراوي أوكي والبوليزاريو راهي حركة انفصالية والناس اللي في المخيمات راههم بالنسبة ليهم قادر يرجعوا يعني حتى ونرجعوا الآن نطبقوا القانون الدولي عليهم ما عندهمش حق يبقوا في المخيمات ما كانش مخاطر عليهم أنهم يدخلوا للأراضي اللي يولدوا فيها ما كانش مخاطر عندهم أمثالهم راه يناصروا في البوليزاريو موجودين في العيون الداخلة ومدن أخرى ويناصروا في البوليزاريو بصفة عادية يعني ما كانش مخاطر على حياتهم علش مسكهم ثم أنا أعتقد بأنه هذا مؤشر على أن الغضب الشعبي والغضب العام تجاه البوليزاريو والنظام الجزائري متصاعد بطريقة رهيبة أولا أن الناس هذم يبقوا قريب نصف قرن هما بلا أمل ولا أحلام وذي كلك الأحلام المزركة شابل الجمهورية انتعكموا عضوا في الاتحاد الإفريقي ما كان حتى شيء هما عايشين بالنسبة لهم إبراهيم غالي زي كالبريفو اللي يعينوه في الحبس الناس اللي يعرفوا السجون ودخلوا عليه تلقى قاعة فيها المحابيس الإدارة تعين شخص تسميه البريفو هذا هو المسؤول هو المعلم أنت على المحابيس هو اللي يقدر يعاقب يقدر يبدل يقدر يدير وشيحب يقدر يشرف على كل شيء هو مدير الحبس دخل القاعة هذا هو إبراهيم غالي إبراهيم غالي عبارة عن بريفو في مخيمة الجزائر تحاول تصوره رئيس دولة مثل البريفو أيضا عنده قدام المحابيس وقدام الناس الأخرين تلقى شاف ديتونسيون ولا المدير ولا المسؤولين تاع الحبس يحاولوا يعطوله شوي قيمة باش تبقالوا عنده هيبة ولكن كي يغلط يدوه لهيه ويعطوه بالكفوف نعم وزيدوا ينحوه يطيشوه وديروا واحدة هذا هو واقع إبراهيم غالي في هذه المخيمات اللي فيها ناس فضع يقولوا بأنهم لاجئين ولكن هذا على المستوى النظري لكن على مستوى الممارسة هم في حالة احتجاز واحد تحطه في مخيم تقول عليه لاجئ وتمنع عليه المغادرة فهو في حالة احتجاز إذن الصحراويين في المخيمات غضبين غضبين بوليزاريو وهذا المتصاعد الآن شرعية البوليزاريو كتمثيل للصحراويين راه انتهت لو يحدث استفتاء للناس في المخيمات تحت رعاية أممية من يمثل بوليزاريو من يمثل الصحراويين لن تحصل البوليزاريو شيء لأنه نقمة الناس أول نقمتهم من النظام العسكري مثلهم مثل الجزائريين يتواصلوا معي الصحراويين يقول لي نحن ما عدنا نرتجي شيء من نظام العسكر في الجزائر لأنه الجزائريين وشردهم الجزائريين ويطارد فيهم الجزائريين ويعذب فيهم الجزائريين ويسجن فيهم الجزائريين ويجوع فيهم ويفقر فيهم وأموال الدولة الجزائرية تروح من أجل بوليزاريو وهنا شفنا التبون كيفاش يروح يتنازل ويشطب فوائد الديون على كوبا لأن كوبا راهي هي اللي تدلع وتدلل البوليزاريو ولذلك ما حبّلها اشترى ما الذي ستقدمه كوبا للجزائر هراي عندها شوية تطور في الجانب الطبي ولكن هل الجزائر عندها بنا تحتية حقيقية في هذا المجال؟ ما عندها حتى شيء أفسدوا كل شيء دمروا النظام ولذلك حبّيني خطوا فقط على هذه الخطوة لأنه ربما كوبا قلت لهم إذا ما تساعدوناش نضطروا نمشوا لجهات أخرى قالت لهم جهات أخرى شموا ريحة المغرب آه قال لك راح تروح للمغرب وإذا قامت كوبا بمراجعة موقفها مع البوليزاريو رايح تعتبر ضربة أخرى صداها رايح يمتد حتى داخل الاتحاد الإفريقي نعم هذه الإشكالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر